هنروح لمنتخب مصر منتخب الأولمبي اللي أنا الحقيقة بسقف لهم وبحييهم على الهوى منتخب الأولمبي قدم بطولة عظيمة هدفه أو أنا من وجهة نظري أن المتخب الأولمبي حقق لهدفين على الرغم أنه احنا لم نفوز بهذه البطولة ولكن تحية كبيرة جدا جدا لاتحاد كرة القدم في مسندتهم لهذا الجيل من اللاعبين تحية جديدة كبيرة جدا جدا للوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مسندته الدائمة لهذا الجيل والكلام اللي احنا دايما كنا بنتكلمين ممكن هذا البرنامج هو البرنامج أو من البرامج القليلة جدا اللي كانت دايما بتتكلم عن المتخب الأولمبي كانت بنساند هذا المنتخب لأنه الحقيقة بسفتي وبمعرفة الشخصية بالمشرف العام على المنتخب كابتن محمد بركات عرف أنه عنده فكر عايز تطبقه من ساعة ما جاء بروجيرو ميكالي هو واتحاد كرة القدم أنا كنت متأكد أن هذا الرجل هيعمل شغل كويس جدا فالحقيقة شغل رائع جدا من وجهة نظري أن هذا المنتخب حقق ما هو مطلوب محدش يقول ياسل المنتخب اتغلب مبارح المنتخب الأولمبي هزمة أمس بفعل فعل بالمناسبة إحنا أفضل من المنتخب المغربي بمراحل بجد والله العظيم أنا بكلم حضراتكم كواحد فني شوية بفهم في الكرة شوية بعد الطرد تخيل حضرتك إحنا لو بنلعب عشرة إحنا لو بنلعب عشرة وجهة نظري أن إحنا كنا نستطيع أن نفوز على المنتخب المغربي عادي في التسعين دقيقة وجهة نظري إحنا عندنا منتخب رائع عندنا مجموعة رائعة من اللعبين عندنا مدير فني على أعلى مستوى عندنا جهاز فني وإداري على أعلى مستوى عندنا مشرف على الكرة على أعلى مستوى عندنا اتحاد كرة قدم ووزير الشباب ورياضة قدروا يقفوا وراء هذا المنتخب حتى يستطيع أن يتم تكوينه بهذا الشكل وصرف عليه مبالغ مش عايز أقول لحضراتكم كبيرة جدا ولا حاجة ولكن صرف عليه علشان نشوف اللعيبة بهذا مهما تصرف ومهما تعمل ولكن القلب وطريقة اللعب اللي احنا شفناها مبارح دي الحقيقة يعني كلهم مفيش واحد فيهم من أول حمزة علاء لغاية أحمد عدل كل اللعيبة اللي نزلت وكل اللعيبة اللي لعبت كلهم يستحقوا التحية كلهم يستحقوا التسقيف كلهم يستحقوا كل حاجة حلوة وجهة نظري المنتخب الأولمبي فاز مبارح على المغرب فاز بقلوب بحب قلوب كل المصريين بالشكل اللي احنا قدينا بمبارح ده احنا لعبنا دوسنا عليهم بس عشر دقاء ربع ساعة كنت تقدر تجيب جنو اتنين وثلاثة لكن ربنا كرم وهذا الجيل من اللعبين أنا متأكد ان هم ان شاء الله ان شاء الله حيوا شرفوا بلدهم في باريس السنة اللي جاي ترجمة نانسي قنقر